استنكر وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الرب مفتاح جريمة استهداف ميليشيا الحوثي للشيولات والمعدات الثقيلة التي كانت تقوم بفتح طريق مارب البيضاء تنفيذا لمبادرة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب اللوى سلطة بن علي العرادة الذي أعلن من جانب واحد فتح جميع الطرقات التي تربط محافظة مارب بباقي المحافظات منذ أربعة أشهر واطمأن مفتاح على صحة المواطن يعيش أحمد حسين العمري الذي قنصته ميليشيا الحوثي الإرهابية أثناء مشاركته بشيوله في فتح طريق مارب البيضاء بمديرية الجوبة جنوب محافظة مارب وحمل مفتاح ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية إفشال المبادرات الإنسانية الرسمية والمحلية في كافة المحافظات طوال الفترة الماضية